بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من يكون أحسن عملا وهو الأعزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفافت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتك النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بدمهم فسحقا لأصحاب عير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم اجعلوا به إنه عليهم بنا تسقدون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما ينففهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي ينزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوي ونفور أب من يمشي مكبّل على وجهه أهداء أب من يمشي سيّا على صراط مستقيم قلوا هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قلوا هو الذي ذراكم في الأرض وإليه ضعشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيّا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلتني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا هو الرحمن آمنا به وعليه تعجلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اشتركوا في القناة